إذن يقولها أمام العلن معلنا بصوت قوي أنه سينهي الحروب لكن كعادته دون أن يوضح كيف وما هي طريقته في إنهاء الحروب يترك ترامب المثير للجدل خاصة في قضايا الشرق الأوسط الأشد توترا على مر التاريخ يترك الباب مواربا أمام تزاحم التساؤلات هل يدعم إسرائيل في حربها على غزة وأذرع إيران وكيف يكون الدعم بوجهة نظره وما هي الورقة الأمريكية المقبلة التي يتحدث عنها في عهد ذهبي للولايات المتحدة فالجمهوري ترامب والديمقراطية هارس وقبلها بايدن تشاركوا جميعهم سابقا الدعوة لوقف إطلاق النار ودعم إسرائيل لكن الآلية كانت مختلفة فترامب قدم لتال أبيب خطوة جريئة بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس عندما كان الرئيس الخامس والأربعين لأمريكا فهل يعني بإنهاء الحرب تقديم هدايا جديدة من عيار مفاجآته الجريئة في المنطقة؟ أم أن المعادلة تغيرت سيما وفي غيابه فارت النور الشرق الأوسط بحرب غير مسبوقة تشنها إسرائيل وتواجه بها أذرع إيران وهو الذي أطاح بالاتفاق النووي بانسحاب بلاده منه وأثقل العقوبات على طهران وبالعودة إلى فتير الصراعات في الشرق الأوسط فإن ثمة معضلة تواجهها المنطقة برمتها حول إيجاد صيغة أمريكية تستطيع فعلا لا قولا فحسب أن تنهي الحرب ذلك الشعار الآن يصبح حديث الشوارع السياسية والشعبية امتدادا من غزة وحتى اليمن تحديدا التقارير التي كشفت في استطلاعات متفاوتة ما بين قبول إسرائيلي في حال فوزه وما بين نفور من حكومة تل أبيب فالرجل لم تتضح معالم علاقته بنيتنياهو على سبيل المثال للحصر وهنا وقد باتت أعداد القتلى والضحايا والكوارث الإنسانية وتقديم السلاح الأمريكي والتمترس بالعتاد في أعلى مستوياته تقول ألسنة الخبراء إنه ليس من السهل أن يقلب ترامب كفة الموازين بتلويحة يده لكن قد تكون المفاجآت هي عنصر المشهد المقبل أو قد تقول المعادلة إلى استقرار ولو تدريجيا بحسب من يتفق مع وجود أرضية خصبة سابقة هيأت بين ترامب ودول في المنطقة كالخليج ما قد يمكن من إيجاد مفتاح لإحلال وقف الحرب بديل النار والدخول بأوراق المفاوضات المربحة لكن دون معرفة الحسابات الثقيلة وكفة الخسارة أو الربح فيها على حساب من كل تلك القراءات تبقى رهينة الأيام المقبلة تحديداً عندما تعلن واشنطن رئيسها بشكل رسمي ترجمة نانسي قنقر